كشفت صحيفة الڭاردين البريطانية عن التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة بشأن الوضع في قطاع غزة والتي حذرت فيها من أن حالات الوفاة بسبب الأمراض في القطاع قد تفوق نظيرتها جراء العدوان الاسرائيلية هناك أعلنت المنظمة الدولية أن سكان قطاع غزة يعانون من النقص الحادي في الماء والغذاء وأن حالات الاسرائيل ارتفعت منذ بداية العدوان في أوائل الشهر الماضي بمقدار 45 ضعفا مقارنة بمعدلاتها منذ ما يقرب من عام من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية أن معاناة سكان قطاع غزة تجاوزت الحرمان من الماء والغذاء والتشريد حيث أن العديد من سكان القطاع يعانون من مشاكل نفسية جراء الهلع الذين يتعرضون له منذ بداية العدوان ترجمة نانسي قنقر